أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري الضوء الأخضر لانطلاق الجلسات التشريعية وهي الأولى منذ الانتخابات النيابية بعد إنجاز عدد من القوانين في اللجان الانطلاق هذا تتزامن وبقاء الضوء الأحمر الحكومي وعلى الرغم من المحاذير التي أطلقت من خطوة كهذه إلا أن هيئة مكتب المجلس التي عقدت اجتماعها في عين التيني لم تربط تشريع الضرورة بتأخير التأليف وعليه جرى تحديد يومي الاثنين والثلاثاء في مطلع الأسبوع المقبل لعقد هيئة المجلس العامة لمناقشة المشاريع في جلسات صباحية ومسائية كل المشاريع التي صدقت بالأمس في اللجان المشتركة والمتعلقة بالنفايات والالكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية وإلى ما هناك من مشاريع قوانين صدقات قررت في اللجان المشتركة إلى جانب بعض الاتفاقات المصدقة في كل اللجان ومختلف اللجان يعني بيّن حرف الخير إن شاء الله خاش مشكلتنا في موضوع تشكيل الحكومة مشكلة سياسية مش مشلة مؤسساتية ومشلة صلاحيات جين نحن هاليوم عم نتعرض له بالعكس هذا تفاهم كامل من كل الرؤساء على كل حال وفي حرص على المؤسسات سيد الرئيس الفرز لي لذا سألوا عن وضع الحكومة الظهر حرف الخاء إن شاء الله خير هلأ أدي الوضع خطير؟ لا الموضوع الحكومة بالآخر بده يتحرك يعني وأنا بتوقع أنه يعني بعودة الرئيسين من سفرهم رح نشوف تسريع فيما يخص خطوات الحكومة السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ زار عين التيني مؤكدا دعم بلاده لاستقرار لبنان وازدهاره واستمرارها في دعم الجيش لحماية الحدود الشرقية هو أفضل رابطة العالم الإسلامي برئاسة أمينه العام وزير العدل السعودي السابق الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى التقى بدوره الرئيس بري وجار بحث في موضوع الحوار الإسلامي المسيحي كذلك استقبل بري المنسق المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في لبنان فليب لازاريني وعرض معه الوضع الراهن باسل العريضي قناة الجديد